السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وتحت لكم مشاهدين ومتابعين القناة النهاردة جماعة نتكلم عن الحلبة المستنبطة وفوائدة للطيور طبعا الحلبة دي جماعة اتكلمنا عليها قبل كده الحلبة لها فوائد جمى وفوائد كثيرة فيها فيتامينات فيها املاح فيها معادن فيها فيسفور قبل كده اتكلمنا عن الحلبة الحصى او الحلبة الحبوب وقلنا اللي هي بتتحط في مسائي الميا بنحط 7 او 10 حبات حلبة في مسئة الميا وبينسبها يوم او يومين للطيور تشرب منها لحد ما لون الميا بيتغير والطيور بتشرب منها من يومين لتلات ايام النهاردة هنتكلم عن الحلبة المستنبطة او الحلبة المزرعة الحلبة المستنبطة دي جماعة لها فوائد كثيرة جدا وبالاخص في وقت التفريخ وموسم الانتاج بتأول خصوبة عند الزكور منشطة للتزاوج وكويسة جدا للاناس في موسم الانتاج في وقت التجهيز للفرخ الحلبة جماعة احنا ذكرنا قبل كده اللي هي بتترد الفاش بتسهل عملية الهضم للطيور بتنظف الامعاء بتنظف امعاء الطيور بتقدي على الميكروبات والامراض ده جماعة شكل الحلبة المستنبطة بيكون عامل كده قريبة وشوية للبرسيم فيه ناس بتعملها مدة من 3 ل 4 ايام بزور لحد ما تبقى براعم وتبتدي اللي هي تديها للطيور فيه ناس بتسيبها شوية لحد ما تبقى شبيهة للبرسيم كافرع وعدان زي كده وبتبتدي اللي هي تديها للطيور وهو ريكو جماعة طريقة التقديم زي 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 جماعة طريقة التقديم طريقة التقديم بنحط لكل جوز من ثلاثة لاربع عدان طبعا مش بنكتر من الخضرة ديت علشان خطر الاسهالات تجنبا الاسهالات لو هتدي للطيور خضرة بتبقى مرتين في الاسبوع مش اكتر تجنبا للاسهالات ودي كانت حلقتنا النهاردة جماعة عن الحلبة للمستنبتة وتقدمها وإطعمها للطيور وتحياتي لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته